اشتاق إلينا اشتاقت لأحبابي فقال الصحاب أولسنا أحبابك يا رسول الله قال بلى ولكنكم قال يا مولان ولكنكم أصحابي أخواني قوم آمنوا بي ولم يروا فاتكلم عننا صلى الله عليه وسلم فنحن الأحباب وهو اشتاق إلينا سواء كنا الأحباب أو الإخوان كلاهما يذهبوا بالعقل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الحديث فيه من الأنوار ومن الأسرار ما لو ظللنا طيلة حياتنا أن نتكلم فيه لا ينتهي نحن بس عشان وقت فيه تلات أسرار بس فيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقتوا لأخواني فكثير من الناس يظنوا أن اشتاقتوا لأخواني دي ده حضرة النبي بيسأليهم على أن هو مش شايفهم بس هو طب نركز كده والصحابة إيه اللي خلاهم غاروا ما أصحاب غاروا قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله قالوا بلا أنتم أصحابي طب هم غاروا من إيه غاروا من حاجة مهمة لأنهم ما فهموا وإحنا كمان لو فهمنا ما أظنش أنه يفضل لنا حاجة في قلبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقتوا لأخواني تخيل كده أن احنا نجمع هذا المعنى مع قوله تعالى إخوانا على سر الأم متقابلي يا سلام تخيل أن احنا نبقى في الجنة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما كانوا هم أصحابه آه نعم هم كمان بس كمان وكأنه بيسل خواطرنا أن احنا نكون إخوانا على سر الأم متقابلي لأنه ما قالش اشتاقتوا لأخواني في الدنيا لأن احنا مش ما احنا ما فيش نسب لكن هو يتكلم عن أخوة أخرى لأن احنا أكيد الأخوة اللي بيتكلم عنها ليست أخوة النسب لأن احنا مش كلنا إخوان رسول الله صلى الله إذن هو يتكلم عن أخوة أخرى إيه يا الأخوة الأخرى ما نعرفش غير إخوانا على سر المتقابلي فيبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دي أول سر كانوا بيبشرنا ولذلك كانت من دي من أرجى الأحاديث عند الناس لما سمعوها الناس بعد ذلك كانوا بيتحجبوا من هذا الأمر السر الثاني حضرة النبي قال حاجة عجيبة قوي ما قالش قوم آمانوا بي ولم أراهم التعبير الصحيح التعبير الصحيح التعبير الصحيح إنه قوم آمانوا بي ولم أراهم ولكن هو قاله ولم يروني فأصبح هذا دليل عجيب على أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم ونزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال إلى الرفيق الأعلى لأنه هو عارف أنه هتجدد عليه روحه وتجدد عليه حياته والأنبياء أحياء في قبورهم وحضرة النبي الآن لما سلمنا عليه إحنا الآن في حضرته حتى الآن إحنا الآن في حضرته صلى الله عليه وسلم فلما نيجي نقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم آمنوا بي ولم يروني لماذا؟ لأنه يرانا والمحب الصادق علامة الحب الصادق ليس أن تسعد أن ترى حبيبك ولكن أن يمترئ قلبك سعادة ونشوة من أن يراك حبيبك